أول ما بنتخرج بنحاول أن إحنا نقدم على شغل وإحنا بنقدم على شغل هنعمل CV أروح لمين يعمل لي CV وبيتعامل إزاي ده وأكتب فيه إيه المؤهلات المفروضة حطها تناسب الشغلانة اللي أنا رايح أقدم عليها التطور الكبير اللي بيحصل في سوق العمل إزاي أنا لما أقدم في شركة أبقى قادر إن أنا بقى كف والHR كده إن شاء الله يرضى عني وياخدني في شغلانة ونعرف كل تفاصيل السيرة الزيتية وإزاي نكتب CV وإزاي نقدم في شركات إزاي كمان لو أنا عايز أغير من شغلانة لشغلانة أقيس كفاءاتي وأكتب إيه في CV علشان يعني يتم تم المقابلة وأحقق ده معنا دلوقتي دكتر حسين فرحات أستاذ تطوير الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية أهلا بحضرتك دكتر منورنا أهلا وسهلا يا فاند أهلا وسهلا بحضرتك الأول دلوقتي أنا بقيت أسمع أنا بقيل كتير مقدمتش في شغل بس بقيت أسمع من الصغيرين اللي بيقدموا في شغل إنه مثلا ما بقيناش نحط صورة في CV يعني إحنا كنا بنحط صور في CV أخطاء كنا بنعملها مش عارفين إنه دي حاجة غلط بقى دلوقتي ده غلط واضح فمبدأين كده إيه الأخطاء اللي ماينفعش نعملها في CV وأنا بقدم طيب إحنا الأول لازم نتفق هو CVD ليه CVD بتبقى عبارة عن تقديم لقدرات ومواهب الإنسان اللي بيبحث عن عمل يبقى الأول بقى يبقى إحنا مش عايزين نبص لل CV على إنه إحنا بنرص حاجات زي ما كنا بنعمل زمان إنه إحنا بنذكر كل ما تعرفه عنه ونقعد نكتب كل حاجة لأ دلوقتي أنا عايز أعرف الأول أنا رايح أشتغل إيه في أنهي مكان وبالتالي أنا بكتب CVD بحيث أن هي تتوائم مع المنطقة الطلبات بتاعة الوظيفة اللي أنا عايز أقدم عليها فيبقى إحنا نعتبرها كده زي أعرف حالتك الورقة اللي بتتطبق جوه الدواء اللي هي فيها إيه هو الدواء إرشادات هي نفس الطريقة ولها أجزاء شكرا